اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع سعالة السيد الياسم خانوف نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى روسيا الاتحادية الصديقة حيث تم استعراض مسار العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وسبل تطويرها في كافة المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية إضافة إلى تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية مؤكدا حرص المملكة على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الصديقين مشيرا إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في فتح مجالة أرحب للتعاون وتعزيز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين من جانبه أثنى معالي السيد إلياس أمخانوف على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن إيسى الخليفة أهل البلاد المفدح وحرص جلالته على تعزيز علاقات مملكة البحرين مع روسيا الاتحادية مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا دعم روسيا الاتحادية لمملكة البحرين في مختلف المواقف وحرصها على تطوير مجالة التعاون المشترك والارتقاء بها لأفاق أوسع منوها بالنموذج الديمقراطي لمملكة البحرين ومستذكرا زيارته للمملكة متمنيا للبحرين ملكا وحكومة وشعبا المزيد من الرخاء والازدهار وقد شدد الجانبان على أن الإرهاب بات خطرا داهما على الأمن والاستقرار ومعرقلا لجهود التنمية في جميع دول العالم دون استثناء مؤكدين على ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب بكل قوة وتكاتف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بجميع صورها وأشكالها بما يضمن اقتلاع تلك الآفة من جذورها وإزالة جميع مسبباتها والقضاء على تنظيم داعش الإرهاب وغيره من الجماعات المتطرفة والإرهابية وتشفيف منابع الإرهاب وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة قد وصل في وقت سابق إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية حيث يقوم معاليه بزيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات وذلك في إطار تدعيم العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في المجالات المختلفة هذا وقد نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية خالص تحيات حضرة جلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح في ده الله ورعا إلى المعتمد البطرقي للكنيسة الأنطاكية في موسكو وسائل روسيا الاتحادية المطران نيفون سقيلي وقد قرعت أجراص الكنيسة لدى وصول معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة للكنيسة الأنطاكية في موسكو وذلك حبا وتقديرا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن أيسى الخليفة حيث أكد المطران نيفون سقيلي مدى حبه وتقديره لجلالته ودعواته لجلالته بموفور الصحة والعافية وخلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع المطران نيفون سقيلي أشار المطران إلى أن مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة تجسد نموذجا حضاريا رائدا في التآلف المجتمعي والتسامح الديني والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والثقفات منوها بالرعاية الفائقة التي يليها جلالته لحقوق الإنسان وللحريات الدينية وحرية الرأي والتعبير منوها بحرية ممارسة الشعائر الدينية منذ القدم في مملكة البحرين ما أجعلها مثالا للانفتاح على مختلف الحضارات والثقفات من جانبه يعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن خالص تقديره واعتزازه بالمشاعر الطيبة الصادقة للمطران سيقلي تجاه عاهل البلاد المفدى وشعب البحرين مؤكدا التزام المملكة بتوطيد أواصر التعاون والصداقة بين مختلف الشعوب والأمم في إطار الاحترام المتبادل ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وطلب المطران فين سيقلي نقل خالص تحياته لعاهل البلاد المفدى ودعواته لجلالته ولشعب البحرين الصديق وتمنياته له بدوام الأمن والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر